نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع مبارح الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وأيضا معدلات الإنجاز وتطورات مراحل العمال الإنشائية ووجه سيادته بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه وكمان رفع كفاءة كل المنشآت والمباني الموجودة في محيط المتحف لسه مستمرين في رصد أهم الأخبار التي حدثت بالأمس ويمكن من أهمها أيضا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مبارح لاجتماع كان خاص بمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشطها أيضا ووجه سيادته بمواصلة أغذى إجراءات لمسندة قطاع السياحة في مواجهة التدعيات النجام عن الأحداث الرهنة على مستوى العالم وشدد على ضمان تمتع السائحين المتواجدين في مصر بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة كما وجه سيادته برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الرهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية مشددا سيادته على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي والتي شهدت استعادة القطع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021 فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر أكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية وإمبارح كمان سيادة رئيس أجرى اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان لاتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وأعرب السلطان العماني عن خالص شكره وامتنانه لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار ومن أخبار مؤسسة الرئاسة الروح لي أخبار الجيش المصري لأن مبارح عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عادوا إلى أرض الوطن وده بعد زيارة رسمية استمرت لعدة أيام لقبرص لطاقة الفريق أسامة عسكر خلال هذه الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس وده كان بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي من أضافة لعدد من المسؤولين وكبار القادة للقوات المسلحة القبرصية عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي حيث نقل له تحيات وتقدير سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فيما أشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلانبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرص الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لسيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أعقبها زيارة الفريق أسامى عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تكللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بوسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية أعقبه المرور على معرض الأسلحة وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية دلوقتي نروح نتابع مع حضرتكم تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت مبارح وكان أهم هذه الأخبار لقاء رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع رئيس شركة مايكروسوفت العالمية وأيضا تحديد مفتي الجمهورية لقيمة زكاة الفطر السنادي بقيمة 15 جنيه عن كل فرد في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبراد سماث رئيس شركة مايكروسوفت لبحث مجالات التعاون وقال الدكتور مدبولي أنه بيتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الكبرى اللي بتتم في العاصمة الإدارية الجديدة مبارح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حدت قيمة زكاة الفطر السنادي ب15 جنيه كحدة أدنى عن كل فرد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كمان إمبارح بدأ تلاميذ الصف الرابع لابتداء أداء امتحان شهري فبراير ومارس في مادتين اللغة العربية والتربية الدينية الامتحانات هتستمر لحد يوم 6 إبريل ومدة امتحان كل مادة هتكون حوالي 45 دقيقة أي ما يعادل مدة الحصة الدراسية